تحية طيب لكم مشاهدين وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج إضاءات تربوية وموضوع جديد نفتحه في هذه الحلقة مع بداية عام دراسي جديد هل من صعوبات تواجه مستوضع الكتب المدرسية بتأمين الكتب أو ضمن المدرسة بتدوير الكتب وتوزيعها اليوم نصلت الضوء على هذه الصعوبات وكيفية التعامل معها لإيجاد الحلول المناسبة بأسرع وقت مشاهدين بداية نرحب بضيوفنا الموجودين معنا بالاستوديو بداية نرحب بأستاذ أيمن ديب مدير فرع المؤسس العام للإتباع في اللاذقية أهلا وسهلا بحضرتك أهلا وسهلا يا هلا بيك وإذن السيد فاطمة شاموت مديرة مدرسة عبد القادر الزيبق أهلا وسهلا فيك يا هلا بداية من عند حضرتك أستاذ أيمن يعني لو تعطينا فكرة عن المؤسس العام للإتباع باللاذقية عن طبيعة عملكم بحيد المؤسسة بداية نصر لبلدي ولجيش بلدي ولقائد بلدي إن شاء الله وكل عام أنتم بخير عام دراسي جديد المؤسس العامي للطباعة هي مؤسسة تعنى بتأمين الكتاب المدرسي للطالب لطالبنا العزيز نحن فرع المؤسس العامي للطباعة باللازقية نحن فرع توزيعي بحثنا مناخد كتبنا من الإدارة العامة من المؤسسة من المستودعات المؤسس العامي للطباعة عبر استجرارها قبل بدء العام الدراسي لتكون جاهزة بمستودعاتنا نحن عنا في محافظة الأزقي تقريبا ما نوع عشر مستودع منتشرة في أرجاء المحافظة كلها مهمة تقديم الكتاب إلى المدارس تموضع قريب من تجمعات المدارس في شكل عام يبدأ العام الدراسي قبل بدء العام الدراسي ثم تدقيق سجلات مدارس المحافظة التدقيق هو معني بموضوع الكتاب المسترد والمواعد توزيعه حتى يتسنى لنا لنعرف ما هي الكتب التي يجب أن تعطى للمدارسة بعد برنامج تدقيق ما ينتهي في برنامج آخر تبلغ في مدارية التربيه وبرنامج توزيع الكتب أو المواعد التي ستلاجع في المدارسة ومستودعات المؤسسة طبعا قبل برنامج التدقيق وقبل برنامج توزيع نحن مستجر كتبنا من الإدارة العامة التي تكون ضمن خطة طباعية تسمى تقدير الحاجة تقدير الحاجة تتم عبر هي ليست مسألة اعتباطية تخضع لقواعد وبيانات من الاستمارة الإحصائية التي تصدر على مدارية التربية نحن نطالب باستمارة إحصائية عن أعداد طلاب سنة سابقة معدلات النمو مجموعة الكتب التي وزعت العام القادم نحدد كمية الكتب التي ستكون بحاجة لها المحافظة في العام القادم تقديريا بحيث لا يكون في زيادة ندخل بالهدر ولا يكون في نقص كي لا يربكنا تقدير الحاجة بينتهي قبل نهاية العام المنصر نبلغ فيه الإدارة العامة ويطلق عليه بعد تبيغ الإدارة العامة لأله الخطة الطبعية التي تنفذها الإدارة العامة وتسلم نهاية طبعا بعدما يوصل الكتاب المدرسي للمستودعات التي هي مستودعات رئيسية يوجد مستودعات مركزية في الإدارة العامة مستودعات رئيسية في المحافظة ومستودعات فرعية التي تتعامل بشكل مباشر بالمدرسة يتم توزيعها على مستودعات الفرعية في المحافظة اللي هي منتجرة بكل أرجاء المحافظة حسب أعداد المدارس التابعة لكل مستودع يعني كمان في تقدير حاجة للمستودع في أحصائية به هذا الموضوع تماما تماما ويكون جاهز مستودع للتسليم كتبه للمدارس طبعا التسليم له قواعد وبيانات اللي هي قائمة اسمية واللي هي سجل كتبه المدرسي موقع وممهور بخاتب المدرسة ومدقق أصولا تسليم المدرسي حسب العداد الواردي عنده وحسب العداد اللي سجلت طبعا قائم اسمي لطلاب الصفوف المرحل الأولى الأول عددية لبقية الصفوف لأنه مسبقا بنعرف اللي كان أول صار تاني عندنا فكرة عن عدده ولكن اللي بدي يسجل أول هو جديد فابدنا قائم اسمي وقائم اسمي لطلاب الصف السابع كمان وعددية لبقية الصفوف ويتم تسليم المدارس لعدد تقريبا 1191 مدرسة في محافظة اللازقي بمواعيد تبدأ من 37 إلى 38 قبل بداية العام الدراسي كان السنة موعد تسليم الكتب المدرسي فإذا يمكن هي سيدة فاطمة هي إجراءات تتخذ قبل بدء العام الدراسي خلينا نحكي عن إجراءات ضمن المدرسة حضرتك مديرتها يعني أكيد قبل بدء العام حتى ما يكون فيه تأخير لتوزيع الكتب للطلاب حتى يبدأوا العام الدراسي بثلاثة مثل ما تفضل أستاذ أيمن بيجينا من التربية كتاب بتوقيت التسليم ومراجعة المؤسسة المطبوعة وبيحددونا وقت مثلاً لكل مدرسة في إلى يوم معين تستلم المستودع الليلة مثلاً كل منطقة إلى مستودع مثلاً بيرفض كذا مدرسة المدرسة الفلانية مثلاً 8 أو 3 كل مدرسة إلى يوم بهاليوم نستلم ما إحنا كتبناه على عدد الطلاب اللي إحنا رافعينه وبيتوزع وقت الأول يوم بالمدرسة أول يوم بالمدرسة يعني سبوع الأول خلينا نقول بيكون متوزع لكل الصفوف لكل المراحل تمام التعليمات الوزارية لتنظم عملية المكتبة في المدرسة يجب توزيع كتاب المدرسة على الطالب في اليوم الأول من بدل العام الدراسة تمام وهذا بيفيد كلا الطرفين نحن كمؤسسي دائماً وقت تسليم المدرسة كتب تزيد عن حاجتها لأسباب كتير مثلاً نقل طلاب عندها أو انتقال طلاب بعد ذلك العام الدراسة الكتاب اللي يزيد في المدرسة هو عمين قصر بمدرسة أخرى فتوزيع الكتاب ببداية العام الدراسة بيعطي فرصة للمدرسة لتعرف شو حاجتها من الكتب فالبزيد عندها خلال عشرة أيام بتعمل تسويق مع المستودع بترجع الزيادة وإذا نقص عندها بترجع بتعمل تسويق بجيب كتب النقصة فلازم يتوزع الكتاب بالأول يوم الأول من بدل العام الدراسة جميل هذا الكلام الكتب اللي عم توزع كلها كتب جديدة يمكن هون نحكي شوي بهذا الموضوع شوي بيهم الأهالي يمكن أكتر من الطالب الكتب كلها تعم تكون جديدة ضمن المدرسة سيدة فاطمة؟ هلأ بيتحدد من موديلية التربية شو بدي يكون جديد وشو بدي يكون قديم مثلا صف الأول كله جديد التاني تقريبا كله جديد المنهج الجديد كله جديد في قسم مدور إضافة إلى تعليمات هلأ من بعد الصفر يعني صوف معينة يغرم اللي بيخرب الكتاب أنه هو في شي اسمه إعادة تدوير ويفترض كنتل نعم بيطالب ولي الأمر بيحقه بالكتاب الجديد يحافظ على الكتاب اللي عم يفتعمله أبوه كمان آآ عادة تدوير يعني بس بدي تسمحيلي بتفضل ياريت كل المدارس عندنا هيك يعني هو معظمين هيك بس ياريت الكل هيك هلأ الكتاب التعليم حقتك فاله الدولي والكتاب والتعليم مجاني وإلزامي ومن ضمن المجانية وإلزامية تعليم الكتاب مدرسي الكتب توزع مجانا من صف الأول حتى الصف التاسع حل التعليمات واضحة أول تاني تالت الكتاب يوزع جديد بالمطلق لا يكون هناك كتاب بمعادة توزيعه ليش نفترض أنه الطالب صغير وليس لديه الوعي الكافي من الحفاظ على الكتاب أو يكون عنده إحساس قدر بالمسؤولية لنرجع يحافظ على الكتاب من الرابع للتاسع الكتاب يسترد ويعاد توزيعه الكتاب الطالب صار واعي حتى مجرد يكون عنده يطلب منه المحافظة على كتابه بيصير عنده إحساس بالمسؤولية تجاه الآخرين والكتاب يوزع مرة واحدة فقط أول مرة جديد ويعاد توزيعه لي مرة واحدة من الرابع للتاسع يفترض الطالب صار عنده الوعي الكافي لما فيه من تخفيف عبق على الدولة بإعادة طباع هذه الكتاب طب هون أنا بدي أسألك يعني ما بعرف إذا عنه هو واجه علينا قبل ما يكون هو واجه علينا أنا عفوا لأنه الكتاب محمي كما الرغيف محمي يعني سعر الكتاب حتى هذه اللحظة كما رغيف الخفز تماما لذلك نحنا من واجبنا نحنا طبعا تعليمات واضحة في لجان بالمدرسة اسمها لجان الكتاب المدرسة مشكلة من زمان بقرار من السيد الوزير حسب الحلقة الأولى أو السانية هاي اللجنة مهمتها المحافظة على الكتاب من ألفه إلى ياءه يعني من تاريخ تسلمه حتى إطلافه اللجنة المدرسية بإمكانها تعمل أسبوعيا أو كل خمسة عشر يوم جولة على الطلاب يحط كتابه المصف الرابع للتاسع ويصير فيه توجيهات لإله أنه يحافظ على كتابه لأنه في حذن تاني رح يأخذوا منه السنة اللي بعدها يعني بتبلش المسؤولية من عندنا وتنتهي بالبيت كل هاتنا لازم نكون إيد وحدة لحتى نقدر نحافظ على الكتابه لأنه بيحقق الاسترداد أهدافه وقت اللي بيصير الاسترداد مية بالمية وقت اللي ما بيكون فيه تلاف وقت اللي ما بيكون فيه تغريب وبس يحقق الاسترداد أهدافه ونحن ما نكون خففنا عبق طباعة في العوام الدراسية القادمة جميل هذا الكلام إنما يعني بدنا نحكي شوي مطولا بهذا الموضوع تحديدا يعني هو كونه بشكل أيضا عبق على الأهالي وإنما خلونا نكون هلأ مع استطلاع مع زميلتنا أميرة ظاهر بهذا الموضوع منتابع سوا بالدقائق القادمة مع بداية العام الدراسي الجديد في توزيع الكتب في مهمات عليكم كمدرأة بالمدارس بالنسبة للكتب إنه الكتب عم بتكون قديمة ومستعملة وأنه عم بتتوزع للطالب بشيء جديد يعني هلأ من الأول للثالث عنا كله جديد بالمستوى الأول عنا من الخامس رابع خامس سادس في كتب مدورة طبعا هي مستعملة بس يعني هي تقريبا مثل الجديدة حاولنا نحن نشوف الكتب الكتير قديمة تلفناها وجبنا بدلة والكتب اللي الساتا كويسة طبعا أعطيناها هي مدورة للرابع والخامس والسادس بالإضافة لبعض المواد كتب جديدة بس في كان عنا مشكلة بالنسبة للإنجليزي طبعا إحنا ما اكتمل عنا كل صفوف عنا الاستصفين الرابع والخامس ما موجودة بالمستوضع طبعا منعاني أنه البعض بالأهالي بيجوا لعنا أنه الكتاب محلول لا نحن منفضل نشتريره لأبننا كتاب يعني صارت عنا بعض الحالات بالنسبة للكتب المدورة كان الاعتراض الأهالي أنه هذا محلول مثلا أنا أبني بده كتاب غير محلول فالبعض اشترى لأبنه كتاب بصراحة يعني داومنا بأول إيلول اثنين إيلول طبعا كانت العمل كان على قدم الوساط مثل ما بقولوا من أول يوم البرامج أخذنا البرنامج أخذنا توزيع الكتاب كل معلمة بتعرف شو دورها وين حصصها أخذ كتب جديدة كلها أكلها جديدة بحب أنه أخذ جديدة أكتر من أخذي محلول شي فيه أماكن محلولة مثلا ندروس محلولة فيه محلولة فيما محلولة شو بتعمل بهالحالة إذا برصاص بمحي وبكتب مرة تانية وش ده محلول الكتب مرتبة وكش أول ما أجينا على المدرسة استلمنا كتاب جديدة أنا بحب أن يكون عندي كتاب قديم لأني بحب شاركيك مع الأنسة وحل مع الأنسة وتمنى أن يكون عندي كتاب لديد نحن في سانية المتفوقين في قرار وزاري توزيع الكتب للمرحلة لأعدادي 7-8-9 هو مجاني غير مرتجع يعني الطالب يأخذ نسخة كتب جديدة بدون ما يرجع طبعا نحن قمنا حاليا في تجهيز البرامج لتوزيع المدرسين على الصفوف والساعات وطبعا نحن بدأنا منذ اليوم الأول في أعطاء الدروس وفي التزام الطلاب في الدوام الرسمي نحن هم المدرسة من أول سنة من أول يوم سلمونا الكتاب بتكون كلها تجديدة وبتكون هدية من الوزارة من سنة المبعدين وتعامل الأسعاد معنا بيكون كتير متفاهم وبيسمعوا كل اعتراضاتنا أو إذا كان لدينا اعتراض ويناقشوا نرجع لعنكم زيوفنا الكرام ودفتر بعض الطلاب بعض صف الرعباء بيستخدموا القلم الأزرق فقط لغة الإنجليزية فقط اللغة الإنجليزية إنما بيحلوا القلم أنه أزرق أو بممكن يكون فيه خربشات معينة ضمن الكتاب بدو يرجع تم إعادة توزيع هذا الكتاب مرة تانية لأطفال تانية بدون يدرسه لا لا هذا الكتاب تفاعلي تدريبات لنعطى كتاب جديد لنعطى كتاب جديد لنعطى كتاب جديد لعطى كتاب جديد دائما في الحال كان الكتاب الأهالي يمكن هون شوي بيحتجوا على موضوع الكتب القديمة هون يمكن لازم أسألك أنت كمديرة مدرسة في هيك مواجهة مع الأهالي أنه أنا كتاب كتاب ابني قديمة أنا بدي أرجع أشتري كتب جديد هيدا عداء علي بعض القرطاسية وبعض التحضير للمدارس وهذه الأصص كلها أولي الأمور ونحن معهم بكل شي بس أنا بتمنى نقطة وعي من باب حرمة هيدا الكتاب من باب تقديس العلم والمتعلم والمعلم هيدا الكتاب اللي أنا عم أستعمله واللي أنا عم بحكي إني أنا عم أاخده قدمي أنا أبني استهلكت والسنة الماضية وما أدرت قيمته نحن في عنا قلت لنا الإستانس فيه تغريم لبعد صف الرابع نحن وقت بتغرم هيدا الطالب نرجع نجيب جديد من المؤسسة ويبعاد تدوير فنطلف الغيق قابل للإستانس بيكون في لجنة يعني؟ لجنة كتاب المدرسي ما بين بتاعهم ما بين المطبوعات والمدرسة بس بخلال العام الدراسي نحن منتابع الطالب إنا في طالب طلاب إلهم حالات خاصة يعني نستوعبه بنفس الوقت إنا معلمة بتتابع إن الولد مثلا ماي مايكتب على الكتاب مايكتب فينا على الدفتر حل إحنا عنا نحل على اللوح في عنا حتى المنهاج الأتفاول أكتر ما هو بس كتابي على الكتاب يعني ذكرتوا موضوع الأسعار الكتب أو يعني بتغرموا بأسعار الكتب يعني خلينا نحكي هيك بالأسعار بشكل عام والغرامة قدية بتكون في حال كان بكتب محترم بسمن الكتاب فقط بسمن الكتاب هلاللجنة بتقرر هذا الكتاب يمكن القراءة فيه أو يمكن إعادة توزيع ولا لا بناء على قرار اللجنة هلأ بيصدر قرار الاسترداد اللي هو تسترد المدرسة جميع الكتب الموزع على الطلاب من الأول حتى التاسع من الرابع لتاسع بيصير التغريم تسترد اللجنة الكتاب إذا قررت إنه هذا لا يمكن القراءة فيه بالعام القادم أو لا يمكن توزيعه بتغريم حسب سعره سعر الكتاب مطبوع على أفهل الكتاب هلأ فيه لسه لحد هلأ يعني بعد أسبوع من بدء المدرسة فيه لسه كتب متوزعت للطلاب أو فيه نقص فيه؟ نحنا بالنسبة لأنه كخطة طباعية للفرع الموزة تعمل طباعة كله معنا نقص نيائيا بكل الكتب بس بشكل عام ممكن يكون فيه مدارس اجت بده مثل ما قلت لك في مسألة اللي هي النقل نحن عنا تقريباً تمانو عشرين مستودع منتشر في جميع أرجاء المحافظة من المستودعات الرئيسي إلى المستودعات الفرعية في سيارات بده تنقل أو تغزي المستودع إذا صار فيه نقص ممكن تراجع المدرسة بموعد استلامة يكون هالمادي نضبط أو خلصت أو مكان جايدنا كله بشكل عام لابينا لحين رفضة ممكن كل مدرسة ما استلمي إذا في أحياناً يجينا طلاب من مدارس خاصة فالمدرسة الخاصة ما مسؤولة أن تعطيهم الكتاب فلنضطر نحن نرفع أسماءهم وعدادهم من الألق اليوم أنا أجاني بالمدرسة وظل في حركة تنقل نحن مجبرين أمن لهم الكتاب الجاية من المدرسة الخاصة مجبرين كمدرسة حكومية أمن لهم الكتاب تأمين الكتاب له دون الطلاب طيب هلأ بعض الأهالي يعني بيحبوا أنه يشتروا نسخ إضافية لأولادهم لو كانت يعني النسخة اللي معهم ياها أنه جديدة إنما بيحبوا نسخة تانية اللي يكون موجودة عندهم بالبيت من وين بيقدروا يشتروا من المراكز اللي موجودة؟ مستودعات أفرادة للمواطنين بإمكان الجميع ينزل يشتري بنا طبعاً يعني كتير منعرف لما بيكون في نقص بكتاب معين ضمن المدرسة بيقدروا الأهالي يروحوا يجيبوه بيكون متوفر ضرب المدارس بالمراكز المستودعات؟ يتضمن فائد للبيع هذا الفائد يعني ما دخلوا بالعجلة المدارس؟ يتضمن نسبة البيع اللي كانت العام السابق تدرس في العام الحالي في ناس كتير بتحب تشتري نسخة في أساد زي شو متراجع الكتاب؟ معلمت السابق؟ يتوفري للجميع لازم الكتاب يكون في متراول الجميع دليل المعلم شو بدأ نحكي عنه يعني هلأ كونه نعرف إنه في تطوير للمناهج ونعرف إنه هلأ في استراتيجيات جديدة للتعليم عم بيتم يعني من قبل المدرسين الموجودين بالمدرسة يعني اعتماد الدليل الدليل يعني نزل عن طريق وزارة التربية بيدي اف بيتنزل على الناد مباشرة وعند يكون متوفر بالمؤسسة نجيبوا إحنا كمدرسة إضافة لدورات المناهج المستمرة موضوع تطوير المناهج بنحكي فيه كمان شوي يعني شو هي المناهج الأول الصفوف اللي تم تطوير الكتوف فيها سنة صف الثالث وصف السادس وصف التاسع والبكالوريا تم تعديل المنهاج فيها طبعا في مواد تقعد للسنة السابقة اللي هي الرياضيات والاجتماعيات بس بشكل عام إحنا الشهدتين التاسع والبكالوريا كان الكتاب الجديد المطور كان بالمحافظة بداية شهر ستة يعني أخذنا بعين اعتبار المعاهد اللي بدت الدرس بالصيفية لمنهاج كنا جابين أبكير آه كنتوا جابين أبكير بهيدا الخصوص هلين نحكي شوي بموضوع يعني أنتوا كإدارة يعني بنعرف بداية المدرسة بيكون في كتير يعني إشكاليات مع الأهالي أو حتى مع الطلاب واجهتوا هيك إشكاليات يعني بنعرف بيكونوا متحمسين ممكن معض الطلاب أو الأهالي إنه لا نحنا بدنا أولادنا مثلا كتب جديدة هيدا القصص كلها تتكون موجودة؟ كيف بدتت عاملين؟ لأنني أنا قديمة بالإدارة فالأهالي متعودين علي وعندهم ثقة تامة أني أنا ممكن أظلم حدا عرفتشوه كان إذا كان الكتاب قديم أو الكتاب جديد حتى في حدا من الأهالي لو أخذوا الولادهم كتبهم وجداد بيرجعوا بيشتروا جديد وبرجعوا ليه مشان يتعاونوا مع حدا تاني هيدا فينا أنا تبرو تعاون مع المدرسة؟ ثقة وتعاون مع المدرسة مشان يرجعوا الكتب وجداد يعني هذا لازم يكون الجو السائد بشكل عامل يعني هذا الجو اللي بيبني أجيال المستقبل كتاب الإنجليزي ممكن لبعض المراحل ممكن لسا له هلا متوزع بالمدارس أو ممكن مثل ما ذكرت الأسبوع القادم لازم يكون توزع بشتيك تام الإنجليزي الأول إجا هلا يعني هلا نحنا عم استلمه بمستدعاتنا الفرعية رح يتوزع بس المنهاج كله موجود صار من على الكتاب الأول فهلا استلمناه وهلا رح يتم توزعه على المدارس هو مطور جديد يعني غير سابق العام السابق للصف الأول تمام تمام هيدا العام ذكرت أنه يعني كذا صف أنه تم تطوير مناهج فيه لسا فيه حيكون فيه تطوير للمناهج العام القادم هلا العام القادم اعتقد رح يتابعه بموضوع اللغات هلا الكتب نحنا بدأنا بالأول انتهينا بالمرحلة الأولى من واحد لأربعة أول ثاني ثالث رابع هلا بعتقد السنة القادمة رح يكون فيه تعديل لمواد اللغات الأجنبية فرنسي والإنجليزي فرنسي والإنجليزي مع المناهج الجديد يمكن دخلوا المعلوماتية بعتقدة لصف التعافي كل الكتب مؤمنة لعدون السفوف تقريبا حاجة المحافظة السنة كانت من كتب مليونين وستمائة ألف كتاب ولد حتى هذه اللحظة تقريبا معظمة قلت لك بس كتاب الإنجليزي الصف الأول وهلا في طول استلام ونحنا نستلمون لأنه نحنا عنا في محافظة الأزيقي مستودع مركزي بالمنطقة الصناعية بشركة الغزل مساحته كبيرة نحنا نستلم اللغات لكل سوريا أو للمنطقة الشمالية من سوريا اللي هي لأربع خمس محافظات طرطوس ولا تقي حما حمس بنسلم اللغات من عندنا من هون أنا بستلمك بستودع مركزي وبوزع فنحنا هنا في طول استلام ولا بينما نوزع المحافظة تمام حكينا نحنا عن المدينة وعن الريف شو نحكي عنه هلأ كيف قالت أيضا توزيع الكتب لدينا؟ تماما كما يوزع في المدينة يوزع في الريف وتستلم الكتاب الذي يوزع في المدينة هو نفسه اللي يوزع في الريف وبنفس السرعة وبنفس الطاقة النقل والتخزي نحنا عنا مستودعات بالحفل، قرداحة، جبلة، قتلبية، عن الشرخي، الديلي، بيت ياشوت، البهلولية، وطلخا، المزارعة، بكل تقريبا وعنا بالمحافظة هون كمان شي ست مستودعات، عنا بكرسانة بصير في خطة توزيعية محددة بلا الكل بيوصل نفس الكتاب لكل مستودعات بنفس الوقت فما بيصير يكون في منطقة استلمة الكتاب ومنطقة لا، الكل بيستلم بنفس التوقيت لكعم، الكل يغزى المستودع من حاجة المدارس اللي بدي يسلمها بنفس الطريقة تمام هذا الكلام، خلانا نحكي عن الخطة الدرسية، يعني بدأت بشكل فعلي بالمدرسة، تم وضع البرامج، شو؟ الخطة للوصل الأول، خلانا نحكيه بداية اسمول إداري، نكون جاهز البرنامج، بتوزع الصفوف، فمنحنا من أول يوم وزعنا الكتب، وابتدينا أول يوم مراجعة، معطينا دروس، ثاني يوم معطينا دروس ومستمرين يعني بالبرنامج كامل، والطلاب ملتزنين بهذا الموضوع؟ كله ملتزن، غياب قليل يعني، لفيناس مثلا، كيف أخذوا إذن، في حدا مريض، في كذا، بس الكل موجود شو رأيك بي، يعني كنتم بي المؤسسة يعني مسؤولين عن طباعة الكتاب الجديد؟ جودة الكتاب، يعني جودة الكتاب الجديد أنا دائما، كل شغلي بتتعلق بالكتاب المدرسي، إنه بس كانت نسبة الأسترداد كبيرة، وما في تلف الكتاب، هذا بيقص طباعته الجيدة، يعني لحتى الكتاب يحافظ على حاله، لازم حتما، وعم يظل بيئة طالب سنة كاملة، بمعناته طباعته جيدة نحن يعني بشكل، بالسنة مرتين أو أكثر، جولي على المدارس، لنعاين وضع الكتاب، أليد خارزو، الألوان اللي فيه، طباعة، نرفع تقاري دورية، بشان يتم تلافية في المستقبل بس بشكل عام يعني عم تكون نسبة الاسترداد، وحتى نسبة التغريم، قليل جداً هلا صحيح فيه شكاوي أحياناً من إنه الكتاب شوي قديم بس، ولكن عم يحافظ الكتاب على حاله، فهذا بيعطينا انطباع أنه طباعته جيدة يعني حتى ضمن الكتب الجديدة عم بيكون في بعض من الكتب إنه شوية عم تكون جود تماناً كتير على أمر التباعة، وحتى بالجلدة كيف نحن نقدر هون، يعني المدرسة سلمتوا فوراً لنهاية العام الدراسي، الكتاب المخطوق، حتى آخر يوم في العام الدراسي إذا مخطوق يتم تبديله، يتم تبديله بشكل طباعة، حتى لو مكتوب عليه، لو مكتوب عليه، لو مستعمل، بيجيكون هيك حالات أنتو بالمدرسة يعني مثلاً نحن نعرف إحدى الحالات بصف الأول إنه لحد رقع، يمكن بعتقد الصفحة خمسين حسب ما ذكروا، إنه بعدين صار تمانين وحوظاً هذا يبدل فوراً، حقه الطبيعي، والولد هيدا بصف الأول مرح ينتبه، تماماً؟ حقه طبيعي، نسترده منه، ننظمه قانون التعاطي مع القوانين المكتبية، اللي هي المخطوق، كتاب المخطوق، حتى آخر يوم بالعام الدراسي بترجعي، تأخذيه، ببكتله، سبب هيدا الموضوع، لشو بيرجع أنه هيدا الكتاب؟ كتاب المخطوق، تماماً؟ هو عيب في اتباعها بتكون بالملزمة، يعني دائماً الكتاب المخطوق، يكون جزء بسيط كتير من عداد ضخمة، بمضي الكتاب، الطالب منعرف قد ينبسط بهيدا الموضوع، يعني صف الأول تحديداً، خلينا نحكي عنه شوي كونن طلاب جداد، خلينا نحكي عن أيضاً جودة الكتاب اللي عم بيكون مقدم لإلون خلال طبعاً خلال حضرتكم بالمدرسة، كيف عم بيكونوا، كيف أيضاً آلية توزيعوا ضمن المدرسة؟ مثل العادة بتوزع للكل نحن نرفع قائمة إسمية مثل ما قال الأستاذ بالطلاب اللي تسجوا عنا، بنفترض مئة طالب، بنرفع القائمة الإسمية على وليتي التربية، بناخد موافقة، بنوجهها للمطبوعات، بناخد على الإسم، كل طالب اللي نسخته خاصة فيه يعني، بنحاول قد ما بنقدر، مع الطفل أن نحافظ على، أحياناً بتطعلك حالات منشأة اجتماعي من قلب البيت، يعني قليل ما يكون من المدرسين، واستحيييكم من المدرسة لمعلمية غد نظر عن طالب عن بيشأ ولا يخرب ولا كذا، بس أحياناً في حالات اجتماعية خاصة بالبيت مثلاً، بيشأ عند المولد حالات عدوانية، بنحاول جهدناً نشتغل على هالموضوع بشكل نطلع بأقل الخسارة ممكنة، ونخلي الطالب يحبوا لهلكتاب، يصير عنده ألفة وخورة ما يكون فيه اسلوب من المدرسين خاصة لهذه المرحلة؟ بكل المراحل، أنا ما بقدر أفصل مرحلين مرحلين، يبدأ قبل الصف الأول في أننا نحن كدراسات تصدر عمزات التربية كدراسات رياض الأطفال، تماماً، للمرحلة الأربعة سنوات وخمس سنوات، وبعدين بنتقل للصف الأول، بشكل عام كتاب الصف الأول في نظام الألوان، حتى شكل الكتاب يشجع للتعليم فيه جاذب لشخصية الطفل، يعني عم يشتغل عم يشغل على هذه القصة بتعديل المناهج دائماً، عم يدرسوا نفسية الطفل، وشل ممكن يجذبوا للقراءة؟ سكرتي الموضوع الاجتماعي، خلينا نحكي شوي بهذه القصة، وأكيد أنت تسمعي فيها يعني كونها هي منتشرة بالمجتمع، أنه للطلاب اللي بيتم إعادة توزيع الكتب لإيلون، أنه أولاد المدرسين أو الواسطات أو هيد القصص، أنه هم بيأخذوا كتب جديدة، أمل بقايا، أنه لا بيعطوهم كتب؟ حبيب الألبين، إحنا أبل من نكون مسؤولين قدام المجتمع، مسؤولين قدام الله بل أن تحاسب يعني، يعني ما معقول أنا مثلاً أعطي ابني، وابن اللي محتاج حقيقي ما أعطي؟ هلأ بديك تسمحيلي بس بدي أحكي شغلة، فضلت، هلأ الكتاب يعاد توزيعهم من الرابع إلى التاسع، تماماً، قد لا تستلم المدرسة كتاب جديد، يعني ما ينفي هذا الكلام، قد لا يكون من حق المدرسة أن تستلم كتاب جديد، والدليل على ذلك مثلاً، مدرسة فيها صف الخامس مئة طالب، تمام؟ هالمئة طالب السنة اللي بعدها طلع من الرابع إلى الخامس تسعين، المئة كتاب تدور، المدرسة الثمانية بحاجة لكتب جديدة، ستوزع كل كتب قديمة، يعني ما فيه كتاب جديد، وما بيحق للمدرسة تستلم، لأنه آخر السنة في تدخيق لسجلاتها، إذا ما استلم كتاب ليس لها حق باستلامه، ستغرن فيه المدرسة، هرتي كيف؟ فأحياناً المدرسة ما بيطلع على كتب جديدة لتوزع بهالطريقة الاستفائية، بس فيه شغلة، فيه أحياناً مدارس أخرى بيطلع على كتب جديدة، طبعاً بالقانون بيطلقوا مبدأ العدالة والمساواة في توزيع الكتاب الجديد، بس أنا رأيي، أنا رأيي، لازم الكتاب الجديد ينعطى للطالب المجد، والنشيط، والشاطر، والحافظ على كتاب السابق، لازم يخضعوا هاي القصة لمجموعة من القواعد تطبق على الطلاب، عرفت كيف؟ بس أنا ليش عم ما قل لك أنه ممكن لمدرسة ما تستلم كتب جديدة، فهي القصة بجوز حالات قليلة أو فردية أو بمدارس قليلة، بس بشكل عام ما ممكن مدائماً لمدرسة للصف الخامس أو للصف السادس أو للصف الرابع بيتلع على جديد. طبعاً، زكرت موضوع أنه لازم الطالب المجتهد والموجد أنه هو معطى، هيدا الموضوع بيرجع أمكان للإدارة بيتميز هدون الطلاب. طبعاً، أحياناً، أحياناً كمان حداً عم يتبلل مدرسة، عم يتبلل معلمة، يعني عم نروح حسنات هالناس اللي عم تفني حالة بالشغل والمتابعة، لا وهم أو لخاطرة خطرة عنده، إني عطى أبن معلمة، بيكون أصلاً ما فيه ابن معلمة، نحن معنا الحمد لله ما صارف معنا. بس كمان حتى وقت اللي عم بتصير ممكن ما يكون إلى أساساً من الصحة، يعني ما كان شي بنحكى بيكون حقيقي. إنما هون ممكن خلياً نذكر يعني نعقب شوي على اللي ذكروا الإستاذ أيمن أنه موضوع الطالب الموجود والمجتهد، أنتو هم بصير في امتقاء له هدون الطلاب أنه هذا الطالب بهذه السنة كان مشتهد حافظ على كتبه السنة القادمة، إذا كان فيه إمكانية كتب الجيلة بنعطى. طبعاً نازم يوصف لك. يفترض، يفترض، يعني هو إذا ما تعاون الأهل والمدرسة مع بعضهم بهذا الموضوع استحيله. أنا رأي المدرسة صارت خاص بالإبداعي، نازم إدارة المدرسة والمدرسين، الكادر كله مع الطلاب، يخلقوا فرص جديدة وطريقة جديدة للتعاطي مع بعض، يعني الطالب الشاطر والمجد والمميز، لماذا حتى ما نسلموا كتب الجديد؟ إيه بس أحياناً يكون عندك نسبة الشاطرين والمتميزين كتير كبيرة، ما بتخطي أنت اللي أنا عم أخذه جديدة، فأنا برجة عم بصير عندي نفس المشكلة. أنا عم أحكي ضمن الإمكانيات المتاحة، ضمن الإمكانيات المتاحة، يعني مبدأ العدالة والمساواة يكون مطبق على الطالب اللي فعلاً بيستحق الكتاب. يعني أنا مثلاً آخر سنة وقت اللي بيجي طالب برجع كتبه جديدة ومضيفة، ويبتلك أن ينجد رزيعاً، هذا ما لازم يتأخذ بأعتبار يتسجل وصبح اسمه ملاحظة، أنه هذا طالب خرجي نعطى كتاب جديد. يعني هن البدارس عنا ما عم تقصر لكل متعاون فعلاً، يعني في حالة أسروية بالتعاطي بيننا وبين التربية وبين التربية والطالب، بسير في أحياناً حالات استثنائية أو حالات خاصة، يعني السنة هاي والسنة الماضية أنا عم لاحظ كتير فيه وعي لموضوع الكتاب، كتير فيه تدقيق على موضوع ما يرجع الطالب كتابه أنه تعرف، كتير فيه، كتير صار فيه، عمره مكان رادع، التغريم موجود من زمان، عمره مكان رادع لأنه فيه ناس كتير، بتخليك أنا مراح أدفع أو ما فيني أدفع أو الأخرية، بس بشكل عام فيه وعي من الأهالي للطفل يحافظ على الكتاب، وفيه وعي من المدرسة، يعني ثقافة الكتاب صارت موجودة بكل مدارسنا أنه هذا الكتاب بيرتب أثر مالي، فيه تخفيف عباء الدولية لازم نحافظ عليه، الكتاب بلا أرض المكتبة، لا للطالب هذا لازم يكون، ما بيصير يزيد الكتاب بمدرسة، لازم يرجع المستودع لأنه بيزيد بمدرسة، بيمنقص بمدرسة تانية، يعني صار فيه عندنا وعي تجاه هالمسألة كتير، والحقيقة الصورة كتير حلوة وملون السليم، جميل هارة كتاب، يعني هلأ ذكرت موضوع التعاون بين المدرسة وبين الأهل، يعني ببداية العام الدراسي ما بيصير فيه اجتماعات للأهل حتى تتعاون عن هذه الموضوع؟ هيدا اجتماع رسني بكل المدارس، بيصير بكل فصل، إضافة اللي التواصل مباشر مع الأهل، يعني إحنا بوابنا مفتوحة للكل، بكل لحظة، حتى تلفوناتنا مبتهدان، إحنا بتواصل مباشر مع الأهل، فهيدا الشيء ريح الأهل وريحنا، يعني هم بيقى الطلاع مباشر على كل شيء، إضافة إلى حالة الرقي، اللي هي عم يتقوم بين المعلم والطالب والكتاب، جميل هذا الكلام، إحنا وقت نوصل لهذه المرحلة، احترمنا حالنا، احترمنا ابننا، احترمنا العلم، احترمنا المشأن لنا بشكل عام، جميل هذا الكلام، هلأ يعني خلينا بس كمان هون نضوي على نقطة معينة، ذكرت أنه ممكن بعض الأهالي، ما يكون عندهم قدرة مادية لحتى يعودوا هذه الكتب، سعر الكتب، هون فيه إجراءات معينة تتخص بحق الطالب أو الأهالي، أو يعني ما بس في شيء؟ تعليمات واضحة، تعليمات مؤطرة، اللي هي يغرم أو يتم تضمين كل طالب لو يعيد كتابه، الآن بشكل عام، يعني هذا التفصيل نحن ما نعلاق فيه، نحن كمؤسسين نتعامل مع المدرسة كشخص اعتباري، والشخص اعتباري بمثله أمين المكتب أو بودير المدرسة، وقت اللي بدي يجي يدقق سجله، مطلوب أنه يكون عدد كتب الناقصة عنده بالاسترداد، إما مغرم فيه أو موجودة، يعني نحن مفتنا، لأنه الكتب المستردة والمعادة توزيعة هي كتب موجودة بالمدرسة تحسب عند تقدير الحاجة رصيدة للمؤسسة، ولكنه ما أنا موجودة عندنا، فنحن ما فيه تعاطي مباشر مع الأهل من مسألة موضوع التغريب، يعني أكتر فيه نجابك أكتر على السؤال، مدير المدرسة أو أمين المكتب، بس بشكل عام، بشكل عام يعني، قبل ما نخطم يعني، بس خلينا ناخد الجواب من حققتك يعني، إنه، إذا امتنع حدا عن التغريم، بيمتنع أحيان فيه، مثلا ممكن الأهل يبعثوا مع الولاد، الولاد ما يدفع، طفل كمان، أنا ما بدأ، شو بدأ أعمل معه؟ أضطر أنا بجيب على حساب، يعني شو بدأ؟ على نفقة المدرسة يعني، بيتمضى الموضوع؟ يعني شو بدنا نمرق؟ بشكل عام نجنب نفسنا هالقصة، إذا بصير فيه توعي بالمدرسة وبالبيت، يعني هي القصة، يعني تبدأ من التوعي، كل أسبوع حط كتابك على المقعد، تفتيش، هنا مسألة بسيطة كثيرا، يعني هيدا بالتعاون، مثل ما ذكرتو بين المدرسين والطلاب، والأهالي والإدارة بشكل عام، أكيد، يعني شكركم كثير اليوم على هيدا الإضاءة اللي قدمتونا إياها بخصوص الكتب المدرسية، أتمنى لكم كل التوفيق العام، وأنتوا بألف خير مرة ثانية، شكرا لوجودكم معنا اليوم، الأستاذ أيمن ديب، مدير فرع المؤسس العامي للتباع في اللازقية، شكرا كثير لحضرتك، مشاهدين الكرام، لهم تكون خلصت حلقتنا، شكرا للمتابعة، نلقاكم بحلقة جديدة، إلى اللقاء،